موسيقى مساء الخير مشاهدين العزاء وأهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا اسمحوني اليوم قبل لش حلقتي ونحكي عن موضوع عائلي وموضوع في كل بيت اليوم ومشاهدتنا الطبية من خلال عياداتنا ومن خلال مراجعينا في المستشفيات وراح نحكي عن استخدام المكيفات والتبريد واستخدام المراوح اللي أصبح بشكل كبير جدا وشو نتج عنه وين المشكلة اللي كانت فيه اللي خلت هاي المشكلة تظهر على الساحة اليوم عم بنشوف وبشكل كبير جدا من خلال معينتنا انه الكثير من المرضى بتيجي بأمراض الجهاز التنفسي وهذا أصلا مفروض يكون قليل أصلا في فصل الصيف والسبب انه هاي أمراض تختص في فصل الشتاء ممكن تصير بالصيف ولكن بشكل أقل السنهاية عم بنشوف تزايد كبير جدا في أعداد المرضى اللي بيرجعونا عشان هذا الموضوع طبعا إحنا لما بنقول عن مرضى اللي بيرجعونا يعني عدد تزايد عن السنوات السابقة والسبب هو الاستخدام المفرط قد يكون للمكيفات بننام بالليل المكيف طول الليل شغال استخدام قد يكون سيء للمكيفات عدم جهوزية الأماكن بشكل عام بيوتنا والمؤسسات بشكل صحيح لإستخدام المكيفات عشان هيك بنشوف كثير من مشاكل الجهاز التنفس اليوم بنشوف كمان مشاكل بتخص الجهاز الهضمي لأنه فيه انعكاس لهذا الاستخدام على الجهاز الهضمي بنشوف ناس بتعاني من الصداع بنشوف ناس بتعاني من الجفاف بنشوف ناس كمان بيعانوا من جفاف العيون المشكلة طبعا المشكلة الرئيسية في هذا الموضوع هو الاستخدام المفرط طب وين المشكلة يا دكتور أشرف ما كل العالم بيستخدموا المكيفات وكل العالم عندهم هوايات والدنيا شو بشو بنا نعمل المشكلة في انه احنا نسيء استخدام ضبط الوقت وكذلك ضبط درجة حرارة المكيف فبتلاقيك انت قاعد في غرفة فايت تنام طول الليل الهواء البارد وبتكون درجة الحرارة باردة وفجأة حضرتك بتقوم من غرفة النوم بدك تروح على الحمام او على المطبخ طبعا في درجة حرارة مختلفة تماما طبعا كل هذا يؤثر على الحالة النفسية او عفوا على الحالة الجسدية للناس كمان بنشوف الناس اللي بيستخدموا مروح بيكون نايم وضارب المروحة عليه وانا يعني بعضه روح لي لانه الدنيا شوب والدنيا حر وبالتالي بدي يحاول يوجد آلية للتبريد طيب شو انعكاس كله هذا كله هذا انعكاس اللي حكيته في الاول كله هذا بنعكس على الجهاز التنفسي امراض الجهاز التنفسي وكذلك على الجهاز الهضمي اليوم كتير بنشوف ناس بعانوا من تهيج في القلون والجهاز الهضمي ونحلات نتئ واسهال والسبب الرئيسي في هذا هو الاستخدام المفرد طيب الحلول طب شو بنا نعمل يعني طب يعني انت يعني بدك تعقدنا الدنيا دكتور أشرف وخلاص يعني طب شو بنا نعمل الحل اعتقد انه حل بسيط جدا اول شي انه استخدام المكيف اذا لم اذا ما كانش كل درجة حرارة البيت متناسقة مع بعض انه احنا نشغل المكيف قبل الذهاب الى النوم بساعة او ساعة ونص ونغلق الغرفة ونترك الغرفة مغلقة ولما نيجي ننام بعد بنص ساعة نطف المكيف رحض لها درجة الحرارة ممتازة والهواء البارد اللي طول الليل مفروض بيكون بيجي بوقف تيار الهواء البارد وبالتالي مش بنمنع اقل ما فيها نخفف نقلل من الاصابة بامراض الجهاز التنفسي كمان استخدام المراوح وللأسف طبعا بنشوف الناس طبعا حتى على الاطفال بتكون المراوحة شغالة ومسلطة بشكل كبير جدا على الطفل لانه حرام الدنيا شوب هو صح حرام والدنيا شوب انا مش مختلف معاكم ولكن هذا كله رح يسبب للطفل امراض عشان هيك اليوم شوفوا كتير من الولاد في عندهم اسهال في عندهم سعال في عندهم حتى اطفال بيجونا اليوم صاروا يقولك انا راسي بوجعني طبعا كله هذا من الاستخدام المفرط والغير دقيق والغير صحيح لاستخدام كله هذا المكيفات والمراوح على فكرة شرب المي البارد في بعض الناس بتعتقد انه هو بسبب التهابات يعني ما فيه اشي دراسي بتقول على هذا الموضوع اطلاقا ولا كان الاوروبيين كلهم صفوا طول الثاني مرضى وبحب اقولكم انه الاوروبيين اصلا بيحبوا البوزة وبياكلوا البوزة طبوروا البوزة في اوروبا في الشتاء بيكون كتير اكتر من الصيف وهذا دليل على انه مش كتير العلاقة جهاز المناعة العام للجسم هو خط الدفاع او هو الجيش اللي جواتك هو الجيش كل ما ساعدت جهاز المناعة تبعك على التصدي كل ما انت مرنته على التصدي كل ما كان هو اقوى عشان هيك بنقول وبنرجع وبنأكد على موضوع هو انه احنا يعني استخدموا المكيفات استخدموا المراوح زي ما بدكم ولكن ان يكون فيه هناك ضبط في حالة شعورك باعراض يعني سواء في الجهاز التنفسي او في البطن او في الدماغ او صداع عليك بمراجعة الطبيب وعليك بضبط معايير استخدام هاي المكيفات لانه بالنهاية يعني احنا واعتقد انتو كلكم لحظين السنية حجم الاصابة بالصداع والامراض الاخرى حجم يعني انا شخصيا في السنوات السابقة ما كنت اشوف هاي النوع من الامراض الا بالشتاء اليوم صارنا نشوفه كمان بالصيف اندل على شيء يدل على سوء استخدامه حتى في مؤسساتنا حتى في شركاتنا الكبرى بتلاقي يعني مش الكل طبعا يعني بتلاقي عدم تناسق ما بين درجات الحرارة ما بين مكتب ومكتب ما بين مكان ومكان يا اما مكان شديد البرود جدا يا اما مسلط فوق راسك بالضبط يا اما في فوق راسك او بضرب فقفاك يعني قصة كبيرة والادهة من هذا كله طبعا استخدام المكيفات في السيارات وبنطلع وبندخل في السيارات ما بين الساخن برة وما بين البارد جوا كله هذا له دور كبير جدا علشان هيك بنقول يعني خلينا شوي نخفف من استخدامهم نعتمد على الطبيعة نعتمد على حتى لو بدنا نستخدم التكنولوجيا هاي الكويسة يعني اكيد العالم كله بيستخدمها واحنا لازم نستخدمها نستخدمها بطريقة صحيحة مشاهدينا حلقتنا لليوم حلقة مميزة جدا ورح نحكي فيها عن الجديد في جراحات القلب في فلسطين طبعا زمان كنا نروح نعمل كل عملياتنا وجراحات القلب كلها برة كله يروح يسافر برة يعمل عملية ويقعد عشرين وخمسة وعشرين يوم كل هذا كان كلفة وتكلفة على المريض جهدا مالا وطبعا والنتائج ما كانتش بالمر جوة طبعا كمان لما يرجع المريض ما كانش يلاقي حدا يتابع معه حالته بعد ما يرجع من برة اليوم احنا في دولة فلسطين ومستشفياتنا الحكومية قبل الخاصة قطعنا شوط كبير جدا وقطعنا شوط كبير في هذه الجراحات وكاننا احنا يعني شرف انه احنا صدفنا سابقا واليوم معي واحد من اعلام جراحة القلب في دولة فلسطين واحد من اللي اسسوا جراحات القلب مع زملائه في دولة فلسطين معي طبعا رح يكون ضيفي العزيز وصديقي طبعا دكتور اشرف السباعي بروفسور جراحة القلب واستاذ في كلية عين شمس واللي بيعمل في دولة فلسطين من سبع سنين واللي هو واحد من اللي اسسوا العديد من من العديد من اليونيتس او وحدات جراحات القلب في فلسطين وكان له بصمة واضحة ورائعة في هذا المجال رح نطلع نشوف تقرير حول عمل القلب ونعود لضيفنا الكريم يقع القلب في الجهة اليسرى من منطقة الصدر ووظيفته وضخ الدم المشبع بالاكسوجين الى جميع ينحاء الجسم بواسطة الشريين وعودة الدم للقلب بواسطة الاوردة يقسم القلب من الداخل الى اربع حجرات اثنتان علويتان وتسمى كل منهما الأذين وهي مكان لتجمع الدم والسفليتان تسمى الواحدة منهما البطين وتستقبل الدم من الاذين لتتخه الى الجسم والرئتين وتفصل بين حجرات القلب الاربع ثم ماط ووظيفتها تنظيم حركة الدم تبدأ الدورة الدموية من الجهة اليمنى من القلب حيث يدخل الدم المحامل بثاني اكسيد الكربون الى الاذين الايمن ثم الى البطين الايمن والاذين بدوره يقوم بدخه الى الريئتين ليتشبع بالاكسوجين وبعد ان يتشبع بالاكسوجين يعود الدم الى القلب ليدخل اليه عن طريق الاذين الايسر ومنه الى البطين الايمن والاذين يقوم بدخ الدم والمواد الغذائية بواسطة الشريان الاورطي الى جميع انحاء الجسم في الجهة اليمنى من القلب يسمح الصمام الثلاثي الذي يقصل بين الاذين الايمن والبطين الايمن بدخول الدم الى البطين ويمنع عودته الى الاذين الايمن وبواسطة الصمام الرئوي يدخل الدم للرئة ليشبع بالاكسوجين في الجهة اليسرى من القلب يوجد الصمام الميترالي الذي يقصل الاذين الايسر عن البطين الايسر يدخل الدم بواسطة الصمام الاورطي ليمر بالشريان الاورطي مشبعا بالاكسوجين والمواد الغذائية لجميع انحاء الجسم ثم يعود الدم المحامل بثاني اكسيد الكربون بواسطة الاوردة للقلب اهلا بكم مشاهدين العزاء اهلا وسهلا فيكم مرة تاني وبرنامجكم صحتك بالدني وموضوعنا الحلقة اليوم هو جراحات القلب وما هو الجديد ولماذا نلجأ اصلا لجراحات القلب للتذكير معي ضيفنا اليوم دكتور اشرف السباعي استشاري وبروفيسور جراحة القلب اللي بنقول له مساء الخير اهلا وسهلا فيك مساء الخير دكتور اشرف وشكرا كثير على التقديم الرائع بتاعك وطبعا انا عمري ما اعتبرت نفسي في بلد اخرى انا في بلدي لانت زي ما انت عارف ان فلسطين هي بلد كل عربي وخصوصا بلد كل مصري صحيح طبعا احنا طبعا يعني نعتز بوجودك معنا كزميل وكصديق وكا احد اعلام جراحة القلب في فلسطين خليني اسألك في البداية دكتور اشرف واسألك بشكل عام وين احنا وصلنا في جراحة القلب وانت يعني زلمي الى خبرة طويلة في بلدان كثيرة في مؤسسات كبيرة جدا شفت في العالم ما هو اشهول جديد كله في كل العالم عنا في فلسطين برأيك احنا وين وصلنا وشو الانجازات اللي عملناها والله انا بعتبر ان اهم انجاز اتعمل في فلسطين ان ما فيش ولا مريض محتاج لجراحة قلب بقى يتحول خارج فلسطين يعني من قيمة سبع سنين انا موجود في البلاد من سبع سنين من سبع سنين فاتوا كان المرضى بتطلع على مصر على الاردن على الداخل لاجراء عمليات القلب المفتوح دلوقتي حوالي 98.5% من المرضى بيجروا عملياتهم سواء في الضفة او في غزة بامان تام وبيعملوا العملية ويروحوا بيوتهم زي اي حتة تانية وبيرجعوا بعد كده يتابعوا مع دكتور جراحة القلب اللي موجود بشبه دائم في كذا مركز موجودين ممتاز يعني انا بدي اسألك سؤال بس يعني هو انت روحت عن نقطة لكن دي اسألك اياها شو الادفانتج شو احنا يعني كمواطنين استفدنا من وجود هاي الجراحات كمرضى يعني ايش الاشياء اللي احنا استفدناها وسهلتنا كثير من الامور والله هو يعني كل مليون بني ادم في اي دولة لابد ان يوجد مركز خاص لجراحات القلب يخدم هذا المليون بني ادم الشعب الفلسطيني حوالي 5 مليون بني ادم لابد من وجود 5 مراكز على الاقل متطورة لخدمة هؤلاء المرضى لان عدد كل مليون بني ادم يعني المركز تقريبا بيعمله من 250 ل 500 حالة قلب مفتوح سنويا فاقل شيء لازم يكون 5 مراكز الاستفادة المواطن الفلسطيني انه هو بيعمل العملية في وطنه جنب اهله زواره وبيجوا يزوروه اهله والحالة النفسية بتفرق كتير في العيان دي اول حاجة تاني حاجة فلسطين من الدول القليلة جدا في العالم اللي المواطن فيها بيعالج ببلاش بالكامل غير ما يدفع ولا قرش نعم فطبعا دي ميزة اخرى كل المرضى الحكومة هي اللي بتتكفل باجراء عمليات اجراحة القلب اليوم وهي عمليات مكلفة للغاية فاظن دول مستين كافيين جدا طبعا بالاضافة طبعا مشاهديننا لما بنقول ونوه الدكتور اشرف لالها انه المريض ما بروحش بيسافر برا البلد يعني اقل تكلفة مالية عليه وعلى الدولة طبعا وفي نفس الوقت ما بروحش بيسافر بعمل عملية وبيرجع وبسلم امره لربه يعني لا حدا بتابعه ولا كل ما بده اي متابعة طبية وهدول بحاجة لمتابعات طبية بعد العمليات طبعا دكتوره موجود هون بدل ما يسافر فبالتالي هذا كله بيوفر على المريض الجهد والوقت والتعب وطبعا بالاضافة لانه احنا بلد نسعى للوصول الى خدمات طبية اعلى واعلى واعلى دكتور اشرف اللي ما بنحكي عن جراحات القلب ايش نقصد بجراحات القلب المرضى دايما عندهم مش فاهمين بالضبط ما معنى كلمة دكتور قلب ودكتور جراحة قلب نعم دكتور القلب هو الدكتور المسؤول عن التشخيص وعن القسطرة وعن الموجات فوق الصوتية الايكو ده دكتور القلب دكتور جراحة القلب هو الدكتور بتاع الجراحة بتاع المشارط والعمليات نعم انواع عمليات القلب كثيرة جدا يعني فيه اطفال بيولدوا بمشاكل خلقية منذ الولادة دول بيحتاجوا جراحات قلب والأطفال وساعاتهم لسه حديثي لولادة يوم او يومين وبعدين في مرحلة البلوغ والشباب بعض المرضى بيصابهم مرض الحمى الروماتيزمية التي تصيب صمامات القلب ودول بيحتاجوا عمليات لإصلاح أو تغيير الصمامات القلبية وبعدين لما البني آدم يكبر شوية ما بين 40 ل 70-80 سنة أغلب الناس بتصيب أمراض الشرايين التاجية اللي بيحتاجوا عملية توصيل للشرايين التاجية يعني أنت تقصد أنه في جميع المراحل العمرية إحنا معرضين للإصابة بهذا النوع من الأمر الكلام مضبوط تماما من أول يوم في الولادة الآخر يوم في الوفاة صحيح نعم طيب طيب الجراحات هل تتعلق دكتور أشرف يعني عشان الناس تعرف أكتر يعني طبعا إحنا قلنا الفرق ما بين الجراح والطبيب الباطني القلب وهم مكملين لبعض ولكن مختلفين في الأداء طيب جراحة القلب يعني هل هي بتعتمد على إيش الأجزاء اللي بتشتغلوا فيها في جراحات القلب جراحة القلب لازم يعني أي مستشفى تقوم بعمل جراحة القلب هي مستشفى متطورة لأن هي نمر واحد بتحتاج غرفة عمليات مجهزة تجهيز عالي بتحتاج إلى استشاري تخدير مدرب تدريب عالي بتحتاج إلى أخصاء مكينة القلب الصناعي بتحتاج إلى تمريض مدرب بتحتاج بعد العملية إلى وحدة عناية مركزة عالية الجودة والكفاءة فأي مستشفى بتجري جراحات قلب ده معناها أن هي قادرة على إجراء أي نوع من العمليات لأن إجراحة القلب من العمليات الكبرى زي زراعة الكلا وزي زراعة الكبد دي برضو من العمليات الكبرى فأي مستشفى بتقوم بإجراء هذه لازم تكون فيها كفاءات ومجهزة كبرى نعم طيب الروح على السؤال الأهم دكتور أشرف لو إحنا قسمنا بدناش نحكي على الأطفال لأنه هنا تخصص لحاله نحكي على الكبار السن الأعمار اللي عم بتشوفها دكتور أشرف في العمليات هل زي أيام زمان ما كنا ندرس في الكتب كبار السن ولا اختلفت الصورة صار حتى في شباب صغار اليوم بيجروا العمليات طبعا أنت عندك حق تماما زماء كانوا بيعلمونا في الكليات الطب أن اللي بيجي لهم مرض شرايين القلب وهم رجال اللي فوق ستين سنة الكلام ده أصبح غير حقيقي في الوقت الحالي في شباب عندهم خمسة وتلاتين سنة وبيجوا يعملوا عمليات تغيير للشرايين التاجية وده نتيجة كثرة أكلة الدهون المشبعة وعدم لعب الرياضة والتدخين والسكر والضغط نعم نعم يعني إحنا بنحكي عن أصبحت الأعمار مش اللي درسناها في الكتب لا أقل أقل نعم طبعا لو سألتك دكتور أشرف أصغر واحد شاب يعني عملت له ثانية وعشرين ثمانية وعشرين سنة هذا إن دل على شيء يدل أعتقد إن دل على شيء يدل على شغلتين مهمات جدا أنه إحنا مستوى الطب في فلسطين تطور فبالتالي أصبحت آليات التشخيص أسهل من زمان وبالتالي صار الشاب هذا ما يموتش ومحدش عارف من إيش مات أصبح بإمكانه إنه هو ياخد خدمة طبية يتشخص صح ويروه على العمليات هاي أول شيء والسبب الثاني هو أعتقد وجود الكثير من الأمراض اللي أصبحت تصيب ليس الكبار فقط وإنما الصغار نتيجة العديد من العوامل البيئية والصحية والمجتمعية والسترس والتوتر وكل هذا بالنهاية بنعكس على شرين القلب الأكثر من جراحات القلب دكتور أشرف هي الشرين القلب أكثر عدد من العمليات دلوقتي شرين القلب ولكن في بلد زي مصر علشان تعداد السكان مئة مليون وعندنا ما زالت الحمى الروماتيزمية ففي مرضى شباب بيجوا بأمراض سمامات القلب كتير يعني من ضمن الحاجات اللي دولة فلسطين عملتها لا يوجد حمى الروماتيزمية بفلسطين إلا في قطاع غزة قليل إنما أغلب المرضى اللي موجودين في الضفة الغربية هم مرضى الشرين التاجية نعم طبعا مشاهديننا إحنا عشان يكون لكل عارف الدكتور أشرف نوه في بداية الحلقة وهذا الشيء يحسب طبعا لمنظومة الصحية في دولة فلسطين ولتوجيهات طبعا السيد الرئيس محمود عباس بأنه كل مرضى القلب بتعالجه مجانا وكل واحد بده عملية قلب بياخد يا أما بروع على مستشفى حكومي ما بياخد تحويله وبروح على مستشفى متخصص في هذا المجال وبيجري العملية طبعا هذا وفر كثير على الناس وإن كان أرهق خزينة الدولة ولكن بالنهاية هدفنا هو مش هدفنا أن نحافظ على الخزينة بقدر ما هو حفظنا هدفنا أن نحافظ على صحة البشر والناس اللي إحنا بنعيش معهم وبينهم طبعا مشاهديننا بإمكانكم الاتصال والتواصل معنا على أرقام هواتف الستوديو اللي راح تظهرت الآن أمامكم على الشاشة أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك صحتك بالدنيا دكتور أشرف ليش إحنا بنجري عمليات تغيير شرايين القلب يعني متى نلجأ لهذا النوع من الجراحات؟ معنى كلمة مصاب الشرايين التاجية معنى أنه هو عنده تضيق أو تخثر أو جلطات في الشرايين التاجية الشرايين التاجية هي الشرايين المغزية لعضلة القلب اللي بتحمل الدم المحمل بالأكسوجين والجلوكوز لعضلة القلب علشان تقدر تقوم بوظفتها عضلة القلب زي آية عضلة في الجسم زي عضلات رجلينة وإدينا بتحتاج أن هي الغزة والأكسوجين والجلوكوز علشان تقوم بوظفتها والدم هو اللي بيحمله لها خلال الشرايين التاجي لو الشرايين دي تضيقت المريض هيبدأ يحس بأعراض شيء اسمه الزبحة الصدرية الزبحة الصدرية اللي هي بتكون يعني أعراضها له الوجع والألم والتقيق والأمور اللي بتلك تمام وبيكون غالبا مع المجهود كل الأعراض اللي انت ذكرتها فبيبدأ يتوجه للمستشفى بنبدأ الأول بالتشخيص التشخيص ده بيعتمد على كذا حاجة من الأليات اللي بنعملها نمرة واحد بنعمله تخطيط للقلب نمرة اتنين بنعمل انزيمات القلب نمرة ثلاثة بنعمل ايكو للقلب نمرة اربعة بنعمل قسطرة للقلب اللي بيقوم بكل هذا الدور هو طبيب أمراض القلب الباطني بعد ما مريض يتشخص قدامنا تلات حلول ما لهم شراع بعض نعم يا إما حنمشي المريض على الأدوية الموسعة للشرايين والأدوية المميعة للدم ده أول حل يا إما الحل التاني انه هندخله القسطرة ونحط له شبكيات اللي هي الدعامات يعني إما العلاج بالأدوية بالأدوية يا إما بالشبكيات أو الدعامات يا إما أنه هو يعمل جراحة قلب طب إمتى بنختار ما بين الدعامات وجراحة القلب نعم بنختار منهم حسب عدد الشرايين لو الشرايين المسكرة تلاتة فيما أكثر عادة المريض ده بيحتاج جراح القلب السن كلما كان السن أصغر كلما كان المريض ده محتاج لعملية لأن العملية أثبتت الدراسات الحديثة أن بقاء المرضى على قيد الحياة أفضل مع العمليات الجراحية عنها مع الشبكيات نعم لأن الشبكيات لها عمر افتراضي وبعد كده برضو يعني برضو يعني أنت بتقول على العدد فقط ولا في أشياء تاني بترتكز عليها العدد ونوعية الشريان لو الشريان متكلس لو الشريان مصدود بنسبة 100% في بعض الأمور الفنية ما بيقدروش في القسطرة أن هما يعالجوها بالشبكيات في هذه الحالة العيان بيتحاول جراحة القلب وطبعا المريض بيسمع كلمة أنت محتاج عملية قلب مفتوح يصاب بالرعب بالضبط يعني أنت تقول له مثلا قسطرة وبدنا نحط لك في شبكية مقدور عليها بس تقول له بدنا نعمل لك عملية قلب كبيرة شوي ده طبعا أما لهم حق لأن في الماضي كانت نتائج جراحة القلب سيئة صحيح مع مرور الوقت وخبرة الجراحين الجيدة وخبرة طواقم التمريض اللي موجودين والرعاية المركزة والتخدير تقدم التخدير أصبحت عملية القلب من العمليات الروتينية اللي بتصل لنسبة نجاحها لـ 98.5 في أغلب المراكز في فلسطين هذه النسبة العالمية أغلب المراكز في الضفة هذه نسبة النجاح فيها 98.5 يعني 99 نعم يعني لسه بجوز حتى أكثر من نجاح عملية الزايدة لا يعني طبعا أي عملية جراحية نمسل خطورة صحيح بس أنا عايزة يعني الناس تفهم أن كل حاجة في الدنيا فيها خطورة وإنت بتعبر الشارع في خطورة نصيرها تصدومك وإنت براكب الطيارة في خطورة نصيرها وإنت بتعمل عملية فيعني إنما إحنا بنقيس الوضع هل المرض اللي عندنا في القلب أخطر أم العملية هي اللي أخطر لا المرض اللي في القلب أخطر المرض اللي في القلب هو اللي ممكن يماوت المرض اللي في القلب هو اللي ممكن يجيب الساكتة القلبية ويموتك إنما العملية دي خطورة محسوبة الخطورة يعني مع عارفين نتائجها طيب بس أنا بترجع واركز على موضوع وأسألك مرة تانية على موضوع وسؤالي اختيارك للمريض اللي بكتعمل له عملية بتكاش تحط له شبكيات هل هذا يعتمد فقط يعني على العدد ولا في حالته الصحية برضو بتاخدوها في الاعتبار العضلة القلب يعني الأمور هاي مهمة عشان الناس تعرف طبعا طبعا الحالة الصحية والحالة العامة للجسم بتؤخذ في الاعتبار يعني أنا ما يجيلي مريض عنده تسعين سنة محتاج عملية قلب مفتوح مش هعمل العملية للمريض إلا لو كان المريض ده صحته العامة صحيحة وعنده تسعين سنة إنما بينزل لشتري أغراض البيت وبيتحرك وبيروح وبييجي إنما لو مريض قاعد في السرير ونين في السرير بقاله سنتين ثلاثة طبعا أنا هعمله العملية ليه؟ إحنا بنعمل العملية لتمكين الشخص من إنه هو يعيش حياة أفضل إحنا ما بنحطش أرواح للناس صحيح إنما يعني إحنا أما الأجهل هيجي كلنا هنموت طبعا إنما الفترة اللي إحنا عايشانها نعيشها وإحنا قادرين على الحركة وممارسة حياتنا العادية من الماشي والمجهود العادي اللي بنعمله في حياتنا طبعا أنا في حدا بعتلي سؤال وبسأله وبقول طب افرض المريض لا عمل عملية ولا عمل شبكية شو تقديراتكو للحالة في هيك حالي؟ أنا تقديري لهذه الحالة إنه هو بيلقي بإيده إلى التهلكة نعم خلاص يعني إحنا طبعا إحنا ما بنيجي نتكلم بنتكلم عن طريق إحصائيات اتعاملت على ألاف المرضى حوالين العالم كله خلاص؟ فهو بيقولك إن المريض اللي هو عنده إنسادات في الثلاث شريين لو مثلا مركبش شبكيات ومحلش المشكلة يبقى هو نسبة الوفيات في خلال الخمس سنين هتبقى مثلا خمسين في المائة فهو فيه أرقام فأنت ليه تاخد نسبة أن أنت تموت وبنسبة خمسين في المائة في الخمس سنين تصادمة بالرغم إن أنت ممكن تعمل عملية وتعيش بقية حياتك طبيعية نعم طيب إنت حكيت على ثلاث شريين ولكن أحيانا أنا يعني بعرف إنه حيمكن يعني بيعملوا عمليات على شريان مثلا الكلام ده مظبوط ممكن نعمل عملية على شريان واحد فقط بيبقى حاولوا إنه هم يضعوا له شبكية محاولة مرة واثنين ولكنهم فشلوا لأن أنت عشان تعمل الشبكية عملية الشبكية هي عملية قسطرة تجرى والمريض صاحي عن طريق قسطرة صغيرة بتخش من الإيد وتمشي في مجرى الدم إلى أن تصل للشريين التاجي في ساعات وإنت داخل على شريان القلب التاجي ما بتعرفش تفوت نتيجة أنه مقفول بنسبة 100% أو فيه تكلس أو فيه انبعاج شديد والتسكيرة دي جاية على تفرع للشريين فإنت لو جت تفتحها هتقفل للشريين الآخر ففي هذه الحالة بنفضل إن احنا نخش نعمل عملية للشريين واحد ولكن اللطيف بقى في القصة إن العملية للشريين واحد أصبحت دلوقتي في بعض المراكز مش كل المراكز بتعملها بتجرع عن طريق عملية الفتحات المحدودة يعني فتحة صغيرة 3-4 سنتي مش يعني شق الصدر زي ما كل الناس أو زي صابقة مكان يجرع لا 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 فتحة صغيرة ومن خلالها ومن خلالها بيتم تغيير هذا الشريين الواحد وانتهت الفصة أنت من شوي قلت لي وحكيت للمشاهدين بأنه يعني الشبكيات هاي فيقلها عمر افتراضي جميل طيب الشريين هاي أول إشي بنوانا بنجيبها الشريين دي في بداية جراحة القلب وكنا بناخدها من الأرجل بتاعت المريض نعم وما كناش بناخد شريين كنا بناخد الأوردة يعني أنا حب بس أفهم المشاهدين الفرق بين الشريين والأوردة الأوردة هي العروق الزرقاء اللي بتبان تحت الجلدة عندنا إنما الشريين اللي هو الشريين اللي احنا بنحسه من هنا لأن الناس ما بتيجي تنتحر بتقطاعه الشريين هو اللي فيه الدم الأحمر والوريد هو اللي فيه الدم الأزرق اللي بيرجع على القلب طبعا فإحنا كنا بنستخدم إن احنا نعمل نجيب الوريد ونحطه محل الشريين تمام الوريد الصافي إنه هو نستخدمه كشريين بديل من الرجل نستخدمه كشريين بديل طبعا هو ربنا مش خلقه اللي يقوم بهذه المهمة فكان بيبقى له عمر افتراضي يعني في بعض المراكز كان فترة بقاءه 6 سنوات وبعض المراكز وصلت 16 سنة دي اكتر فترة وصلها الوريد الصافي انما دلوقتي احنا مع تقدم العلم برضو يعني قللنا جدا من المرضى اللي بنخد لهم الوريد الصافي وبدأنا نشتغل بطريقة ان احنا ناخد شرايين طبيعية من المريض اللي هو الشريان اللي بيغزي الثادي الايسر والشريان اللي بيغزي الثادي الايمن وشريان الايد الكعبوري والشريان التاني فانت عندك 24 في الجسم ممكن تستخدمهم لتبير 24 أو 5 أو 6 طب لما بتشيلهم وبتأثرش محلهم هو ده من فضل ربنا انه هو دايما ربنا عمل لنا باك اللي هو سيستم للطوارئ يعني فيه دائما شريان بديل بيقوم بدورهم طبعا مشاهدين جراحة القلب هي جراحة معقدة شوي زمان كنا نخاف كتير منها والآن طبعا هي لا شك بناش نجمل الموضوع كتير هي من الجراحات الدقيقة وتحتاج إلى جراحين مهرة عارفين شو اللي بيعملوه قبل ما بفوتو وبالتالي ولكن اللي بدي أحكيه لكل الناس بأنه إحنا قطعنا شرط كبير أوريدي في هذا الموضوع الناس أصبح عندنا تجري العمليات في فلسطين أنا أعتقد يعني من بين 85 زي ما تفضل الدكتور أشرف لـ 90% من الحالات يتم إجراءها في دولة فلسطين وعلى فكرة سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص أو في كل المدن أصبح فيها مراكز جراحة قلب متطورة المهم أن يكون هناك في عملية تشخيص مسبقة قبل ما نفوت على العمليات يتم تشخيص المريض بشكل صحيح يتم وضع خطة علاجية سواء كان من خلال الاستنتات أو الشبكيات أو الجراحة بشكل صحيح لا تعتمد الموضوع على مزاجية حدا أو فرد لهو عمل طاقم متكامل من جرحين القلب وأطباء القلب وأطباء الباطن أحياناً بفوتوا معهم وبالتالي يعني هو عمل متكامل مش عمل شخص واحد لحاله دكتور أشرف العمليات هاي ما زالت الناس بتتخوف منها ومحها أوكي لأنه أنت بتطب في أهم منطقة في جسم الإنسان ولكن يعني كيف أنت بتقدر توصل لمريض أنه بدي أعملك عملية قلب وغير لك شرايين وبدي أفتح صدرك بالمنشار وبدي بعدين أخليك في المستشفى كله هذا أنتو بتشرحوا له المريض آه طبعاً طب كيف بدك توصل له الفكرة بأنه الإجراء هذا ممكن إجراءه بشكل سلس أي إنسان في الدنيا أنا حتى لو مريدت أو أنت وقبل ما هتعمل أي عملية هتسأل مين الجراحة اللي بيعملها لك وهتسأل على المركز اللي بتجرى فيه العملية وحتشوف نتائجهم ودي حاجات متاحة وحتى في أمريكا دلوقتي متاحة على الإنترنت تمام ممكن تخش على اسم أي جراح وتشوف هو اشتغل ايه أو هو مهنته ايه ودي بتديك فكرة إذا كان هو مؤهل لإجراء مستهازي العمليات أو لا وطبعاً المستشفى اللي بتجرى فيها يعني ما ينفعش زي ما بيقولوا بالمصري أروح أعمل عملية قلب مفتوح في مستشفى تحت السلم يعني لازم تكون مستشفى آه يعني محترم ومهيئ نعم وبعدين أنت بتوصل فكرة للعيان بأن ربنا اداك مرض وادلك الحل فأنت مفروض أن أنت تاخد الحل لأن أنت لو ما تخدش الحل يبقى أنت بتنقب إيدك إلى التهلك لأن في أمراض أخرى يعني مرض شرعين التاجية مرض ليه حل إنما هناك أمراض أخرى ليس لها حل في الطب نعم فيعني حتى اللي يجي له المرض ده يقول الحمد لله إنه هو أجاله مرض ليه حل نعم طبعاً لما بنقول عن مرض أجاه حل أو فيه له حل يبقى فيه أمل بإنه إحنا يعني يعني إن حيش أقل ما فيها بطريقة يعني كويسة طبعاً بيعيشوا بطريقة طبعية تماماً بعد العملية وبعد شهرين اللي هي فترة النقاها بينسى تماماً أنه هو عمل عملية قبل ما أفوت وأسألك على موضوع العمليات وكيف يعني يتم إجراءها وتعطينا فكرة هيكساليسي عن الموضوع يا ترى الشرعين هاي بعد ما تغيرهم وتركبهم والمريض يروح وإيش حياته تمام اضطر بعد فترة أنه هو بده يعني أولاً شي ممكن أنه نرجع نغير نفس الشرعين هدول طبعاً ممكن ده شيء وارد خلاص شيء وارد لو المريض لم يلتزم بالتعليمات اللي سدت له الشرعين الأساسية الرئيسية بتاعته ما هو الشرعين التانية دي حتتسد يعني لو فضل على التدخين لو فضل مش مزبط السكر بتاعه لو فضل ضغطه عالي لو فضل ياكل الدهون الغير مشبعة ما هي دي كلها بتأثر على شرعين الجسم كله وليس الشرعين القلبية قلبي يعني هي بتأثر على شرعين الدماغ وشرعين الكلا وشرعين الكبد فهو نمط حياة لازم يغيره ما بعد العملية من ضل نمط الحياة ده انه هو ياخد أدوية مميعات الدم بصفة دورية كل يوم لغاية الممات فهو التزام لازم المريض يكون ملتزم ملتزم بتعليمات الطبيب ما بعد العملية انه هو ياخد الدواء زبط سكره زبط ضغطه نعم طبعا يعني الفكرة من السؤال اللي ترحته انه مش الموضوع انه أنا عملت عملية يعني والله وروحت خلاص ركبوه لشرعين جديدي وماشاء الله عني وتمام تمام وانه كل شي تمام وانا مفروض يعني ارجع عمل بديها لانه في عند الشرعين جديدي لا انت صرت اصبحت يعني اصبحت من الفئة المستهدفة للمرض بانه يصير عندك في اي لحظة وبطريقة اسوأ من سابق عهده عشان هيك في بروتوكول كامل ودكتور اشرف طبعا بشرحه لكل مرضى وكل اطباءنا طبعا انه بعد ما تعمل العملية ما خلصناش القصة يا استاذي لا بدك تتابع بشكل دوري بدك تغير نمط الحياة بشكل كبير جدا بدك يكون في عندك فحصات للدم وللقلب ولعضلة القلب بشكل دوري بما معناه يعني تاخدش الأمور بسهولة تابع أمورك الصحية بشكل سريع دكتور اشرف يعني لو سألتك وهيك والناس بيشوفونا وبيسمعونا يا ترى كيف بتعملوا عملية تغيير الشرعيين هاي؟ عملية تغيير الشرعيين بشكل هيك يعني مبسط مبسط بتجرى بطريقتين إما بطريقة القلب النابض أو بطريقة القلب المفتوح والطريقة نفسها ما بتفرقش في نتائج العملية طريقتين زي بعض يعني الدكتور اللي بيشتغل عن طريق قلب النابض هي نفس نتائج طب يا ترى ليش يعني بتعملوا واحد هيك واحد هيك؟ يعني دي حاجة فرقفة زي ما انت يعني تروح لمنطقة معينة من شارع معين واحد تاني بيفضل ياخد الشارع آآ يعني أصدق يعني ما فيش فرق بالتكليل يعني لها علاقة بالجراح بالجراح حسب المركز اللي يتعلم فيه لو هو تعلم ان هو يعمل عمليات بطريقة القلب النابض بيشتغله بالقلب النابض ايش يعني بتقصد بالقلب النابض دكتور أشرف احنا عادة في عمليات القلب المفتوح في بداياتها كانت بداياتا بالقلب النابض أول ما ابتدت خالص في الخمسينات يعني معناها ان انت بتفتح القلب وهو بيدوء ومليان بالدماء وبتجري العملية بتاعتك والقلب متحرم فدي مستلة صعوبة بالنسبة للجراحين فاختروا حاجة اسمها مكينة القلب الاصطناعي وهي مكينة بنضع عليها العيان بعد ما نكون بتخديره بتقوم بوظيفة القلب والرئتين في فترة اجراء العملية بحيث ان احنا نجري العملية والقلب لا ينبض أصدق يعني بتفصل القلب عن الجسام ببطل يعني يضخ الدم للجسام والمكينة هي بتقوم في محل القلب هي بتقوم بدوره مفهوم الى في بداية التسعينات اخترعوا مسبتات للقلب بتثبت الجزء اللي انت هتشتغل عليها في الشريان فقط تنفع تثبت الجزء ده وتغير الجزء اللي انت هتغيره عن طريق المسبت نعم 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 كيف بتتم قلية العملياتها يعني قلتنا بالقلب النابض او الغير النابض اللي بيهم المريض من العملية النتيجة الفتحة الفتحة صح همممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم أنه بقول دكتور هل هناك ما يمكن عمله من الناحية العلاجية علاجيا يعني في حالة انسداد الشريان التاجي هل بنسد الشريان التاجي بنسبة 100%؟ آه طبعا الشريان التاجي بتسد بنسبة 100% والمرضى دول يعني مثلا لو الشريان الأمامي الناس اللي هو اللي سد بنسبة 100% دول المرضى اللي بيقعوا في الشارع ويموتوا من السكتة القلبية هذا اللي بيكون ماشي وبلاي حاله؟ أو ناين وضلوا ناين نعم ولكن بعض الناس المحظوظين خلاص الشريان بيتسكر بنسبة 100% وجيله زبحة صدرية وتعدي من غير ما يحصل له وفاية عن طريق ان ربنا بيفتح شرايين صغيرة بديلة تقوم بدور هذا الشريان ولكن لا تقوم بدوره 100% بتقوم بدوره بنسبة 50% 40% بهذه الطريقة ناين نرجع لموضوع تغيير شرايين واخدنا شرايين وشناهم وبنشبكهم بعدين يعني ايش بنعمل في القديم ايش بتكنيك هي العملية هي عملية كوبري القديم بيفضل محله لا نشيلش هي عملية ميكانيكية بحثة يعني لو الشريان عمل زي القلم ده والسدف المنتصف هنا احنا بنجي نعمل كوبري حاولين القلم بهذه الطريقة بنعدي الانسداد يعني اه محل الانسداد بنعديه من خلال وصلة خارجية اللي هي جبناها من من مشهوريان او واريد او واريد نعم طيب بعد العملية بشكل سريع لانو بنا نحكي برضو عن موضوع الصمامات بعد العملية دكتور اشرف كيف بتتم متابعة المريض واهمية متابعة المريض بعد العملية طبعا زي ما قلنا مهم جدا المريض يلتزم بالعلاق بتاعه فترة النقاة بتاعة عملية القلب المفتوح هي فترة شهرين الفترة يشمعنا شهرين احنا بننتظر ان عظام الصدر تلتأم بتاخد شهرين قبل ما تلتأم لازم يعني بيجي لنا اول مرة بعد عشر ايام ثم بعد شهر ثم بعد ثلاث شهور ثم بعد ست شهور ثم كل سنة مرة لبقية حياته دي فترة المتابعة بيجي يعمل زي ما انت قلت بالضبط بيعمل ايكو على القلب نطمئن على كفاءة عضل القلب بنعمل تلخطيط للقلب بنطمئن كل الشرايين شغالة بنقيس وزنه بنقيس ضغطه بنقيس السكاري بتاعه هم دول عادة الحاجات اللي بنعملها في المتابعة نعم طيب روح على موضوع تاني والمنتشر يعني او موجود عندنا وهو موضوع الصمامات دكتور أشرف ايش يعني الصمامات وليش احنا تصاب هاي بامراض الصمامات فيه نوعين من الناس اللي بيصابوا بيها اما الشباب بيصابوا بالصمامات نتيجة مرض الحمى الروماتزمية نعم اللي هم وهم كانوا أطفال بيصابوا باللوز المتكررة أربع او خمس مرات في السنة دول معرضين ان صمامات القلب تلتهب وتبوز عندهم والمرضى الختيارة في السن يعني 80 سنة او 75 سنة بيحصل لهم تكلس للصمامات القلب فهم دول المرضى اللي ممكن يقولنا بالصمامات يعني اما شاب عنده 20-30 سنة وبالتالي نتيجة اصابة او كبير بالعمر تكلس طيب شو بتعمله في الصمام يعني وهو اصلا يعني اصلا هو من تركيب القلب جوه القلب يعني الصمام هو عبارة عن غشاء رقيق جوه القلب هو فيه طريقتين نعم يأما اصلاحه يأما تغييره بالكامل تغييره فيه نوعين من الصمامات فيه الصمامات الحيوية نعم وهي دي الصمامات الحيوية قصدك اللي بنجيبها من محل معين اه بنجيبها من الحيوانات نعم او بنجيبها من المتوفين حديثا يعني حيوانات يا بشر متوفين حديثا بس المتوفرة اكثر اللي هي بتعطي الحيوانات نعم او صمامات ميكانيكية ميكانيكية هو صمام معدني مغطى بطبقة رقيقة من السيراميك هم دول الصمامين المتحين لهم الحيوان او البيولوجي بناشى نسميه الحيواني بيولوجي او المعدني المعدني الميكانيك نعم طيب او اصلاح الصمامات اصلاح الصمامات هي تقنية جديدة نوعياً في جراحة القلب ودي بتطلب مهارة من طبيب جراحة القلب يعني يكون تدرب في مركز قادر على اصلاح الصمام بدل تغييره وطبعاً يعني لو عرف يصلح الصمام مظبوط ده صمام بتاع ربنا بتاع الشخص نعم حيكون افضل اكيد من اي صمام بديل يعني طيب دكتور اشرف يعني لما بتقول استبداله حسب ما يعني تركيب القلب الصمامات هاي جاي بين زي ما شفنا في التقرير بين البطين وبين الاوذيل طيب كيف بدك تستبدله هو اصلا من نفس التركيب هذا المرضى دول ما بينفعشوا معانهم اللي هو قلب النابض اللي احنا قلنا عليه فالمريض ده اللي لازم يعني نعمل العملية عن طريق القلب المفتوح وماكينة القلب الصناعي ونفضي القلب تماماً من الدم ونوقفه عن شغله علشان نعرف نفتح حجرات القلب ونشيل الغشاء ونحط الصمام التاني بداله عن طريق غرز الجراحية يعني الفكرة بانه انتو بتفتحه غرفة من غرف القلب وين الصمام المصاب اه ونقصه ونشيله ثم نضع صمام ميكانيكي او بيولوجي بداله ونثبته في مكانه بالغرز الجراحية نعم طيب كم في عمليات تغيير الشرايين كم الشريان مسموح انك تغير على القلب وفي عمليات الصمامات كم صمام ممكن يتغير في نفس العملية هو ما الصمامات القلب هم اربعة نعم يعني انا شفت عيانين بيغيروا الاربعة مع بعض اه ممكن اه وموجودين في مصر بكاسرة خصوصا تلاتة تلاتة ده تلاتة شرايين تغير اتنين تلات شرايين لا تغير اتنين وتصلح واحد لا سمامات تغير اتنين وتصلح واحد انما اغلب المرضى دلوقتي بيبقوا صمام واحد يا الاورتي يا المايترالي يا اما تزوسة للشرفات هم اللي بيوصاب بالنسبة لشرايين القلب انت ممكن تغير من اول شريان لغاية ست شرايين يعني برضو حسب الشرايين اللي محتاجة لو الشريان حجمه يعني الدامتر بتاعه اكتر من سنتي ونص ده وفيه ضيق لازم تغيره حتى لو وزته لست شرايين يعني نعم طيب في معي سؤالة يعني سؤال منطقي بيسألوك بيقولك دكتور اشرف افرض انه المريض معمول له قبل هيك عملية ومأخوذ له الشرايين الاوردة او الشرايين واضطرت تعمل له عملية تانية موندك تجيب له شرايين بنجيب شرايين عن طريق المتوفين حديثا الشرايين فيه بنك اسمه بنك الانسجة هو مش موجود في فلسطين ولكن موجود في اغلب الدول دلوقتي بنحفظ الشريان البديل بتاع شخص اخر في حاجة اسمها الليكويد نيتروجين النيتروجين السائل تحت درجة حرارة 180 درجة مئوية وماشي وده شريان صناعي لو ما فيش امكانية خالص هناك شرايين صناعية بالزبط هذا هو هناك شرايين صناعية ولكن لا نلجأ لاستخدام الشرايين الصناعية لان احنا عندنا بدائل شرايين في جسمنا كثيرة ممكن استخدامها انا قلت على اربعة منهم انما هم اكتر من اربعة في شريانين اللي بيغزوا المعدة ممكن ان احنا نشلهم ونقلبهم لفوق ونوصلهم للقلب في الشريانين اللي بيغزوا جدار البطن ممكن ناخدهم ونحطهم في القلب فوق نعم فاحنا عندنا 8 شرايين في القلب وعندنا وردين صافي في رجلنا حتى لو المريض عمل 3 او 4 عمليات في حياته حنلاقي له شرايين لكن لو عجزنا تماما احنا بنفضل نعمل الشرايين المأخوذة من البني ادمين ومحطوطة في الليكود نيتروجين نعم كتور اشرف طبعا احنا نشكرك جزيلا شكر نشكرك لي مش بس على حلقتنا اليوم نشكرك على جهودك في جراحة القلب في بلدنا وتعليمك مجموعة كبيرة من اطبائنا نشكرك على مساهماتك في جراحات القلب ونشكرك على معلوماتك القيمة لحلقة اليوم اشكرك جزيلا شكر واكيد فينا حلقات قادمة شكرا على الاستضافة دكتور اشرف وانا سعيد انها طلعت في البرمامج المشهور بتاعك شكرا جزيلا عزيزي المشاهدين قبل ما نختم حلقتنا اليوم نرجع ونأكد طبعا بروفسور دكتور اشرف هو مش من اليوم هو له سبع سنين موجود سبع سنين سر تحكي مصري شوي سبع سنين موجود في فلسطين اصبح هو جزء ومعلم من معالم جراحة القلب هو مجموعة من زملاءه كمان ما احنا لا ننكر على احد اي شيء كل واحد في موقعه عم بينتجه لان مجموعة من الوحدات اللي تعالج او تهتم بجراحات القلب بشكل يوازي وقد يفوق بعض المراكز الطبية في دول الجوار النتائج والدليل مش اشت على ارض الواقع من المرضى اللي بتم اجراء عمليات القلب المفتوعة لهم هي عمليات ناجحة جدا وبالتالي احنا طبعا نرفع القبعة لكل من يساهم في تطوير القطاع الصحي في فلسطين جراحات القلب اليوم هي مهمة جدا واهمها الشرايين واسباب انسداد الشرايين عند الشباب والكبار هو الارتفاع الكوليسترول التدخين الحياة اليومية اللي مش مزبوطة وكذلك العامل الوراثي طبعا مهم جدا نعرف كمان بانه العوامل المحيطة فينا يجب انه احنا نتخلص فيها يعني بايدنا انه احنا نتخلص من كثير من العوامل التي تؤدي الى انسداد شرايين القلب جراحة القلب لا تختصر على الشرايين حكينا كمان عن موضوع الصمامات كل هذا موضوع كبير وكبير جدا حاولنا حلقة اليوم انه الله خصلكوا اياه ونقولكم قديش احنا في بلدنا صار في عندنا امكانيات والحمد لله بفضل ومجهودات الاطباء الموجودين اصبح بامكاننا اجراء العديد بل معظم عمليات القلب بكافة انواحها طبعا بتمناش لحدا لا يروح عند الدكتور اشرف السباعي ولا عند غير الدكتور اشرف السباعي بتمنى لكم الصحة ودوم العافية يا رب في نهاية حلقة اليوم انا الدكتور اشرف الطاقم العمل معي اشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة